بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أصحاب المعالي والسعادة السفراء والعاملين في السلك الدبلوماسي الحضور الكرام السلام عليكم ومرحبا بكم جميعا في مؤتمر لإيسوسكو الدولي نافذة دبلوماسية على اللغة العربية الذي ننظمه احتفاءا باليوم العالمي للغة العربية وتعزيزا لإسهامات المنظمة في مجالات الدبلوماسية الثربوية والثقافية والعلمية والحضارية وجهودها في بناء جسود الحوار والتعارف بين الأمم والشعوب وخالص التحية وأوفى التقدير لأصحاب المعالي والسعادة السفراء والسيدات والسادة العاملين في الحقل الدبلوماسي الذين أقبلوا على اللغة العربية وأهلها إقبال المحبين فجنوا من ذلك منافع ثرة وفوائد جمة وتكشفت لهم من مكنونات الثقافة العربية والإسلامية جواهر ولا آلئ لم تتكشف لغيرهم ينعقد هذا المؤتمر الدولي في ختام عام حافل بالإنجازات والمبادرات التي أطلقتها الإيسسكو ومنها مبادرتنا الرائدة على الصعيد الدولي من أجل تشكيل مفهوم الدبلوماسية الحضارية والتأصيل النظري لها وإرسائها في منظومة العلاقات الدولية وحيث إن التواصل اللغوي هو أحد أركان الدبلوماسية الحضارية التي نسعى إلى إرسائها بالتعاون مع الشركاء الدوليين المعنيين وجب علينا في هذا الظرف التاريخي الدقيق تأكيد أدوار اللغة ومنها لغتنا العربية في بناء جسور التواصل والحوار والتعارف بين الشعوب وإذا كانت الدبلوماسية مصطلحاً وارداً من اللغات الأوروبية إلى اللغة العربية في العصور الحديثة فإن ذلك لا ينفي حضور معانيها ومراميها حضوراً راسخاً في لغتنا وتاريخنا العربي الإسلامي كما أن اللغة العربية بانفتاحها الواسع على اللغات الأخرى عبر ظاهرتي الإقراض والاقتراض اللغويين رسخت مفهوم التبادل اللساني الذي هو مقوم من مقومات الدبلوماسية وحقيق علينا في هذا الإطار أن نتعهد اللغة العربية ونرعاها بما يليق بمقامها الجليل وثرائها الأصيل ويسهم في الارتقاء بمكانتها على الصعاد المحلية والإقليمية والدولية فلغتنا المزهرة المعطاء هي الأغنى رسيداً معجمياً بين جميع لغات العالم بأكثر من 12 مليون كلمة ولغتنا الثرة النظرة هي لغة العبادات الأولى عالمياً التي يستخدمها ما يكارب المليارين من المسلمين وهي كذلك من أكثر اللغات العالمية انتشاراً بين المتحدثين بلغات أخرى حيث تستخدم في أكثر من 60 دولة ولغتنا المتأصلة المتجددة بنفحات طيبة من روح الإسلام وروح العصر هي رابع أكثر اللغات حضوراً للناطقين بها على الإنترنت بعد المتحدثين بالأسبانية والصينية والإنجليزية فضلاً عن كونها إحدى اللغات الست العالمية الكبرى المعتمدة في منظومة الأمم المتحدة واللغة الرسمية لـ 25 دولة غير أن هذه المكانة العالية التي حازتها اللغة العربية بصفتها لغة القرآن الكريم والحضارة الإسلامية المجيدة وبما فيها من خصائص لسانية بديعة تظل في حاجة ملحة إلى مزيد العمل والرعاية والتعهد على أصعد التخطيط والسياسة اللغوية والبحث العلمي والتبادل المعرفي والتطوير التربوي والحضور التكنولوجي الرقمي والترويج الإعلامي فإساماتنا في إبداع تطبيقات حاسوبية ورقمية عربية تظل ضئيلة وصناعتنا للمحتوى الرقمي والمواقع الإلكترونية باللغة العربية لا ترقى إلى مستوى التطلعات إننا مدعوون بالضرورة إلى تمثل الإبعاد الاستراتيجية بالغة الأهمية في عالم اليوم للحضور الدولي القوي والواسع للغة العربية نشداناً لأفاق الرياضة العالمية التي تتجاوز بها حدود حاضناتها القطرية والقومية والدينية فالدراسات الاستشرافية ذات الصلة بمستقبل اللغات تؤكد أن اللغة العربية من عوامل القوة ما يؤهلها لمزيد من الانتشار على الخارطة اللسانية العالمية وذلك اعتباراً للكتلة الديمغرافية المهمة التي يمثلها الناطقون بها وسهولة استخدامها التواصلي وحمولتها الحضارية الكبيرة وحواضنها الإقليمية المديدة وقيمتها الاستراتيجية في السوق اللغوية وموئلها الجغرافي الرابط بين المشرقي والمغربي والشمالي والجنوب وهاهو المجلس البريطاني الثقافي في أحد تقاريره الدولية بعنوان لغات المستقبل يصنف اللغة العربية في المرتبة الثانية بعد الأسبانية بين اللغات العالمية الأشد أهمية لبريطانيا في سبيل تأمين ازدهارها وأمنها وحفظ مصالحها وعلاقاتها الدولية إن هذه الأفاق المستقبلية الواعدة تتطلب منا في العالمين العربي والإسلامي أن نضاعف اهتمامنا بالتخطيط اللغوي الاستراتيجي للعلاقة المتينة بالسياسات اللغوية التي تضعها دولنا لمقاصد داخلية وخارجية وأن لا نقتصر على الجهود الكبيرة المبذولة في تخطيط المتني والمدونة اللغوية وإن قدرة لغتنا على تعزيز حضورها الدولي لتبنى أولا وأخيرا من جهود أبنائها الذين يستخدمونها ومن عزائمهم وأيساماتهم منباشرة في البناء الحضاري والتنموي الإنساني كما تبنى على ما تمتلك حاضنتها المتحدثة بها من مقومات استجلاب المنافع المعنوية والمادية لمتعلمها وفي رأيي فإن ما يجعل للغة حضوة وسؤددا عند الناس في عصر النهادة هو مقدار ما يحققه قومها المتحدثون بها من تقدم علمي وتكنولوجي ففي عالم تتسارع فيه وتيرة الابتكارات في ظل تطور مذهل للذكاء الاصطناعي وتسابق متزايد بين أبناء اللغات المتنوعة في صناعة المحتوى الرقمي علينا أن نطور رصيد إسهامات لغتنا العربية في صناعة المحتوى الرقمي والمواقع الأكترونية والذي لا يتجاوز حاليا نسبة 2% في هذه الصناعة بالغة التأثير ومن واجبنا أيضا أن نحسن استخدام القوة الناعمة والدبلوماسية الثقافية والتربوية والحضارية متمثلا بالأساس في بناء علاقات التبادل الأكاديمي والثقافي من خلال منح الدراسية الجامعية والانتشار اللغوي عبر مؤسسات متخصصة عابرة للحدود تنهض تجاه اللغة العربية بما تنهض به المجالس والمراكز والهيئات الثقافية واللغوية الرسمية الكبرى في الدول المتقدمة وأختم بأبيات بسيطة تقول لسان طادي قد نادى الشباب فهلبت الشباب أو استجابة لسان طادي قد نادى الشباب فهلبت الشباب أو استجابة أما وقف الكبار لها حراما وساموا عرضها وحبوا الكتابة ولكني أرى ما كنت أخشى ضبابا علّه كان الإيابة فعودي يا لسان طادي مجدا وكوني في العلاء مجدا شهابا فمهما حامل الأوباش نهما سيبقى حسن كزاه خضابا سيبقى حسن كزاه خضابا أشكركم على اهتمامكم وحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر